جدا فيها ان هي جاية للتصحيح شوفنا اختلاف في التنظيم شوفنا اختلاف في الملاعب شوفنا اختلاف في التصوير وخلينا اقف عن التصوير والنقل التليفزيوني احنا شايفين تطوير عشان بس ناس بتتكلم ان التصوير لا مش هو ده لا التصوير مختلف عن السنة اللي فاتت فيه ايجابية عن السنة اللي فاتت كل تطوير على فكرة بيحصل بيبقى محتاج امكانيات مادية امكانيات بشرية ودي موجودة الكنيات البشرية نصبر عليها شوية بتبقى محتاجها تدريب شوية بتبقى محتاجها دعم بيحتاج تاني التطوير بيبقى محتاج مجهود ومحتاج وقت لكن البداية اتعاملت اللي جاي أحسن إن شاء الله وإحنا نتمنى المزيد بإذن الله رب العالمين ولكن خلينا تكلم على حاجة معينة بقى أنا كالنفسي ما تكلمش فيها النهاردة إحنا لسه في بداية الموسم لسه في بداية الموسم يعني المفروض من البداية كله يبقى مركز كله نسبة تركيزه عالية جداً لأنه موسم صعب زي ما قلت لحضراتكم هتكلم على نقطة التحكيم التحكيم الحكم زي اللعيب بالزبط أنا أتمنى السنة دي إن التحكيم كمان يتم تطويره والظهور بالصورة الجيدة اللي احنا بنحلم بيها مش بنقول من غير أخطاء لا الأخطاء وردة في كل حاجة الأخطاء وردة في كل حاجة مش في كورة القدم بس لكن في أخطاء ممكن نتقبلها وفي أخطاء صعب نتقبلها خصوصاً لو كانت مكررة يعني احنا شفنا في الإسبوع الأول شفنا مثلاً من يومين تحدي وسموحة مباراة فيها بعض الأخطاء شفنا مبارح الزمالك ومبي مباراة مليئة بالأخطاء ولكن الأخطاء كانت مبارح في التجاهة واحد ما بقولش مبرر وما بقولش حاجة خالص على نادي معين لصالح نادي تاني على حساب نادي تاني لا أنا بتكلم على حقيقة حصلت مبارح في المباراة من ضمن المباريات اللي هي مبارات الزمالك ومبي بتكلم على حاجة حصلت في نادي ماتش نادي الاتحاد ونادي سموحة طبعاً نادي الاتحاد عمل إنجاز كبير جداً 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 بالرجوع من أربعة واحد لأربعة أربعة إنما أنا بتكلم على التحكيم نفسه التحكيم نفسه من البداية مش عايزين نقول بقى بداية القصيدة مش عايز أكمل لكن ضربة جزاء وهمية خيالية اتحسبة انبارح أنا ما عرفش عايز أتكلم على حتة التحكيم إن الحكم زي وزي اللعيب أكلم بس حضراتكم على شخصية الحكم شخصية الحكم زي بالزب أقول لكم ايه فيه لعيب يقدر يلعب تحت ضغوط وفيه حكم يقدر يلعب تحت ضغوط وفيه لعيب وفيه حكم ما يقدرش يلعب تحت ضغوط ما يقدرش يستحمل الضغوط دي خلي بالكم بعض الحكام عندنا في الدوري العام المصري الممتاز لكرة القدم شخصياتهم ضعيفة جداً 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 وبيتأثروا بأي ضغوط ودي بتأثر على قراراتهم في الملعب وده شفناه من أول أسبوع احنا شفناه خلي بالحضراتكم الكلام ده مكرر من السنة اللي فاتت أنا دلوقتي شايف أن فيه حكم ممكن يبقى كويس ولكن فيه عيوب في الشخصية شوية أديله ماشي أنا أديله وساعده وقف جنبه بس أديله ماتشات معينة زي اللعيب بالزبط أنا عندي لعيب شايف أنه هو هيجي منه بس هو يعني تحت ضغوط ما بيديش مستواه فأنا بتدي واحدة واحدة وقف جنبه بس ما يحكم ليش ماتشات مهمة ما يحكم ليش ماتشات للنادي الزمالك ما يحكم ليش ماتشات للنادي الأهلي الشخصية بتفرق مع الحكم لما الكابتن عصام عبد الفتاح مسك رئاسة لجنة الحكام وعد بحاجات كتير جدا وإحنا واثقين فيه جدا 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 واثقين إنه هو مع التطوير وإنه هو هيصح الخلافات الأخطاء اللي حصلت السنة اللي فاتت لكن إحنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم فأول أسبوع لقينا نفس الأخطاء ومنهم أخطاء لنفس النادي وفي أقول لكم تاني يعني برضو الاستوانة دي أو الكلام دوت مكرر اللي موجود كمان مبارح في غرفة الفار وما أدرك ما غرفة الفار ابن مسؤول لجنة التحكيم حسام عزب حجاج طب هو فيه إيه يعني نقفل نقفل من دلوقتي وكده الموسم ظهر لا أولا إحنا إحنا من السنة اللي فاتت شفنا الأخطاء التحكمية ولكن إحنا برضو مع التحكيم المصري ومع الحكام المصريين وبنسندهم وإحنا عايزين التصحيح عايزين الأحسن عايزين الأخطاء اللي حصلت السنة اللي فاتت ما تحصلش السنة دي ده حتى مبارح في ماتش الزمالك وإنبي رمز من رموز نادي الزمالك كابتن حق الميتولان الراجل فات بي الكيل لإنه تعرض في المبرارة لظلم لصالح المنافس يعني السنة اللي فاتت لو تفتكروا حضراتكو لو رجعنا بالذكرة الورا كده فاكرين ماتشين الموسم اللي فاته لم الموسم اللي فات لما برضو التحكيم كان فيه أخطاء رهيبة فماتش الزمالك ماتشين الزمالك وإنبي وكان فيه ظلم بيّن لإنبي لسه بداية الموسم السنة دي الزمالك وإنبي حصل نفس الكلام خلي بالكم مش أنا اللي بقول اللي قال ابن من أبنائنا دي الزمالك كابتن حق الميتولان قال الموسم ده هو اللي قال لسه في أول أسبوع ده امتداد للموسم اللي فات في إيه في إيه كابتن حلمي قالك في أخطاء الحكام ركالات جزاء وهمية من وحي الخيال وتغاضي عن أخطاء لمصلحة فريقه يعني واضحة واضحة للناس كلها ممكن حضراتكم شفته لكن اللي حصل مبارح يعني لا يبشر بخير اللي قال كده كابتن حلمي اللي تعرض فريقه لزول مواضح في مباراة الأمس إحنا عايزين كنادي أهلي حاجة واحدة بس العدالة بس سواء ليا أو عليا يعني ليا أو عليا افرد النادي الأهلي علي بنالتي احسب البنالتي بس اللي هو صحيحة لي يا بنالتي اديني البنالتي بتاعتي لكل الأندية أنا بقيتش على أهلي بس أنا أنا بتكلم على العدالة لجميع الأندية إحنا متأملين في خير من بداية الموسم ولكن اللي إحنا شفناه مبارح ده لا يبشر بخير بالنسبة للتحكيم إحنا كأهلوية بنقول لأي حكم إحنا لو علينا خطأ احسبه ولو لينا خطأ ادينا حقنا إحنا مش محتاجين إلا العدالة والحق نسيب بقى كل الملفات دي ونروح للماتش النهاردة اللي هي بداية مشوار نسيب بقى كل الملفات دي نسيب بقى كل الملفات دي